خلينا اول شي نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف هتكون هادي الشهر. ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي. انو الحمل دايما بتاعبانين تعبانين. وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل التاعبانين. خلينا نشوف طاقتكم. واو. اه طاقتكم هاي هي. اللي هي راح تكون اه مثل انت محصن تماما. وليكن حصانة خلينا نقول عناية الهية اكتر ما هي اه منك انت جهد منك انت. اه راح تكون خطواتك اه مباركة خلينا نقول طاقتك هاي الشهر اه عم تتحلى بالقوة اللي نابعة من داخلك. نابعة من يعني من روحانياتك. فالظهر انو روحانياتك عالية هاي هذا الشهر. بالفترة اللي قلنا عنها. اه فرح تستمد طاقتك من داخلك. ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد. ولكن اه قوتك رح تكون داخلية. فحلو كتير. انو رح تستغل يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك. اه لحتى تعرف تبشي امورك هادا الشهر. خلينا نشوف بشكل عام ازا. اه توقعات برج الحمل. اه خليش حزينة برج الحمل. كل مرة كل شهر بتمنى انو تطلع من هاي الطاقة بس اه شكلها عالانة فيك. شكلها عالانة فيك هاي الطاقة لها فترة. طبعاً نحن بنفتح بشكل عام. العاطفة ازا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر. اي شي ببين بنحكي عنه. ما حكينا عنه فما بيكون اه ما بيكون موجود بالورق او ما بيكون في فرصة كبيرة لالو. يعني احياناً بالقراءة يعني ما ببين عندي سفر. فبسألوني بالتعليقات انو طيب ما حكيتي عن السفر. ما حكيت عن السفر لانو ما في فرصة للسفر. ما في يعني قدامي بين في فرصة للسفر. لذلك انا ما ذكرته. فعلشان هيك يعني بتتمنى انو تتفهموا الموضوع او القصة كيف بتصير. عام بشوفك يا برج الحمل. ببداية هاي الفترة خلينا نقول اول اسبوع. اه شايف في احلى شي انو في تمرحل في اه مراحل في الموضوع. عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر. اه في حدا خذلك خدلان يعني اللي هو كبير. اه اكتشفت موضوع معين. اه خلاك تاخد فكرة عن اشخاص او شخص. اه عزيز عليك كتير. يعني متل اه كنتو يا اما سول ميد يا اما يعني اه شخص على الصعيد العاطفي او على اه صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون. ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل. اه فعم بشوفك اه متل خلاص اه بعد هذا الشخص اه انزويت شوي او انطويت شوي على حالك اه او حتى اه حبست حالك اكتر اشي ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك. عم بشوف متل تعبان خلاص اه في عندك اه صار اه عدم امان للاشخاص اه ما عم تعطي فرص للاشخاص. اه في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك اه في هاي الفترة ولكن عم بشوفك اه واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين. بسبب اه حب قديم بسبب اه خضلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق. فعم بشوفك في بعد اه هاي الفترة او بعد هادا الاسبوع اه عم بتكافح او عم بت بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى اه تمشي بهاي العلاقة او تمشي بهادا الموضوع. بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية اه عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هادا الشهر بالاوراق الطاقة. دين عندي انه في عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا اه خطواتك هادا الشهر مباركة. وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى. عم ترجع الامور تصفى بينك وبين اه شخص قديم شخص اه ممكن يكون حتى على صعيد العمل. اه سبب لك اه مشاكل سبب لك كزا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك. عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم. ولكن انت انا شايفيتك ماخد خلص اه اللي هو اه يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح. عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة ولكن اه في هذا التوقيت اللي هو رح ييجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير اه اه لا يعني ماسك سلاحك و اه يعني مش متقبل ابدا اي موضوع. شايفتك بشكل عام عم تقدم على اه خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير اه متحمس لالها. ممكن يكون عمل جديد على فكرة. عمل جديد له علاقة في الابداع. له علاقة في ممكن اه يعني هو مثل عمل حر او اه شركة ما بين ما بينك وما بين شخص تاني ممكن يكون اه ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون اتمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة. ازا تبلورت رح تكون اه في هذا التوقيت خاصة اه رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة. الشخص ممكن يكون اه هوائي اكتر اشي. ممكن يكون سرطان ويمكن يكون اه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان. من الابراج الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان اه دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص اه تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح. مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن اه ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او تبلور فكرة او اه فانا شايفيتها ماشي على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك كفرصة. عم بشوف اخر فترة عم بشوف اه في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او كزا. عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع اه بي اه والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عامة اكيد. خاصة القراءات العاطفية. اه فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق اه مبين انه هذا الشخص اه فعلا في حب حقيقي بينك وبينه. اه هذا الحب اه قد ما يعني قد ما عملت طرف التاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض. كل مرة بترجعوا اه لبعض لبعض. فشايفة انه اه هذا الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة. خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين. شايفة انه اه الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم. الشخص المقابل او الطرف الاخر. اه رح يرجع بروح جديدة. رح ينعش هذا الحب. اه رح يتحركش اه فيك. اه غالبا اذا كنتم منفصلين فانا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص. اه شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون فيه بالمستقبل ارتباط او اه شي رسمي بيناتكم. حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين. فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض. صحيح فيه مناوشات فيه قصص عم بتسير. فيه ولدنة من الطرف الاخر او منك. ولكن بالنهاية عم تجتمعوا. عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال. وحتى لو كنتوا متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم. انبين انه في عندك نهاية وبداية جديدة. هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه. لا هي عبارة عن نهاية لابد منها. نهاية لشيء سيء في حياتك. اما تكون ادمان ادكشن. اما يكون. طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوع يعني مشرط انه ادمان ادمان. ممكن يكون ادمان جنسي. ممكن يكون ادمان حب على شخص. ممكن يعني فيه له كتير معاني الادمان. فشايفيته عم ينتهي. وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون اه نهاية لعلاقة ثالثة. لانه انا بشوف هنا فيه طرف ثالث. عم بيوقف اه يعني تجاه هاي النهاية. ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض. ولكن اه النهاية لابد منها. والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك اه يعني عرض. عم بيقدم لك اعتزار. عم بيقدم اه خلينا نقول صفاء اه نية. فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين. وشايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر. اه شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين. اللي على علاقة اللي مش منفصلين. شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر. اه شايف في امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية الثاني اه بامان وعم يلجأ له بالمشاكل. عم يلجأ له بكتير امور. اه عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها. طبعا في عنا قوس في عنا اسد. اه في عنا سرطان. اه وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع. بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها راح تكون رسم حدود. عم بترسم حدود او اه خلينا نقول اه يعني حد لكل شخص اه كان يتمادى في السابق. كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير. كنت خلص تهمش يعني اللي بيعملك شي او كزا تهمشو. لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف اه وقفت يعني اسد خلينا نقول. وقفت اه خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكزا. وعم بشوف كمان رجوع اه حق ازا كان اه في العمل او في العاطفة. في حق رح يرجع لك. اه في كارما رح تسير في الموضوع. فشايف تقدم كبير هذا الشهر. اه على جميع الاصئل ذي ان شاء الله لبرج الحمل. اه بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل. هذا الشخص جديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية. اه بس انه يحترس من هذا الموضوع. اه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية. ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية. اه وممكن غير هيك يعني مو شرط. اه ولكن هذا الشخص في من وراه مش يعني شر في من وراه يعني قوف وكزا. فكنت ازا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة. بدك تكون حزر من هذا الشخص. او ازا في شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة. كون حزر منه. ما عم بقولك لا تعطي فرصة عادي جدا. ولكن اه بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار اه بشكل كبير من اولها. لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اه اعمل هاي الخطوة. لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة. عم تاخد خرارات. عم اه تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل. فعم تاخد خطوات. عم تاخد خطوات بجرأة بنارية. فلا هدي شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها. هدا اكتر اشي اه بيان ازا كان في اه شايف البعض في عندهم اه خلينا نقول طفشان يعني من كل شي حابين يسافروا. في فرصة سفر فعلا حقيقية وحلوة. اه خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بدي يسافر على عمل. وشايفي في ناس عم بتسافر كا كسياحة مع الحبيب يمكن مع. فشايفي في سفر اه في الموضوع. هدا اكتر اشي حبايبي. اه خلينا نشوف اه من ورق تاني ازا في اي تفصيلات اخرى او مواضيع. شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد رحانياتك كتير. عم تصلي كتير لموضوع. وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة. هاي الامنية رح يتحقق في هاي اه الفترة. في شخص كان متسلط في حياتك اه قريب كتير جدا منك. هذا الشخص اما رح ينتهي اه تسلطه رح يتغير هذا الشخص. اه في هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي. لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفة. فهو شخص اه شوي كان متسلط في السابق ولكن اه عم بشوفه بتغير هاي الفترة. عم بصير حنون اكتر عم اه بيغير شوي من افكاره بتنازل. اه شايفيتك اه بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص اه تعبت ورحت خاصة انه في اه احتمالية كبيرة انه يكون في طرف ثالث في الموضوع. شايفة نهاية تقريبا لا اه شفنا قبل شوي نهاية لطرف ثالث وفعلا في طرف ثالث يا جماعة. اه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون اه خيانة ممكن يكون عمل ممكن يكون كزا. فاذا كان عمل مسلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك اه زي ما بيعطي العمل اه للمتزوجين مسلا. اه لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او منفصلين بشوف في اه انهاء اه لا يعني الطرف الثالث العائق في في الموضوع رح يكون في نهاية لاله. اه عم بشوف اه زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه عم بشوف اه كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني اه شايفة في كيف بدي اه اوصلها الكم اه شايفة حتى لو ما كان في اه علاقة رسمية او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيشوا بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض اه او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة انه الطرف الثاني مخبيلك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبيلك مفاجأة مخبيلك موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع اه بحذر او انه اه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بالرجوع اه اه وكأنك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بال اه بالشريك يمكن من كتر ما عمل اه شغلات او هيك امور اه شايفة مراقبة كبيرة من الطرف الاخر من الشريك يعني عم براقب بطريقة ولكن اه ما عم اه بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم براقب لكن مش حابب اه انك انت تعرف انه هو عم براقب بقي طيب خلينا نشوف عقلك الباطن اه الفترة هاي اكتر شي لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك ازا في بشارة ازا في شي اه حبيبي قلتلك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي اه انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم اللي موجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه اه او انه على الصعيد العملي رح تكون اه بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار اه منهم رح يكون كتير اه صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشي المناسب يعني على خير هذا هذا الموضوع ان شاء الله رح يتم اه على خير طيب فيه تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف وراء التحذيرات ايوه شوف حبيبي عم يكون عندك اه تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتهب بعقلك الباطن بتفكر بالامور بي اوهام كتير فيه امور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الامور تحسب حسابات كتير تستنتج تحلل تحليلات كتير عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأسر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لأ تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما في الها داعي يعني ورائك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت نتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور اه خلينا نشوف هيك واو ازا في نصيحة من الفيري كارز او حلو كتير هاي الفترة عم بيقولك انه راح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فراح تعيش مع الحبيب او مع اله يعني راح تكون فيه رومانسيات كتير اه راح يكون فيه مشاعر جياجة خلينا نقول اه راح ترجع على قطقم زي ما بلشت اه مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكرت بس شي حلو بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك يمبين انه فيه زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة عم تدخلوها وعم بيكون كتير حلو الموضوع الموضوع